فاطوما طفلة ولادها والدها كبروها وقراوها ونشخ ذات الباك فابتني ويحساب ولي ممنين بالمصعد الاجتماعي القرية توصل باحثوها تقرح حطوه في مبيت جامعي على غالب لينج مليكري ولينا وهي بعيدة يجب ما تقرأ تمشي بقع اخرى كيماليزي تيجون الكل كلمشيات المبيت جامعي مع الاسف صارت حالتها أليمة فاطوما توفيت وعليش خاتر عساس كما اكتعرف لي فويات على البنات في الليل عسرة تعليل يسكروا الباب سكر الباب مالحبيب اللي هو معناه يلزموا يقعد يعس نهر له بشيروح للدار سكر الباب وروح جاءت أزمة صحية الفاطوما مع الاسف الباب مسكر حتى ما نجموش ينقضها يحيد دقوا في الباب يدقوا في الباب حتى حد لحل وعليش خاتر العساس مش موجود لهنا حتى مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة وعليش حالة المبيتات الجامعية حالة الأكلة والخدمات الجامعية لتقدم للطلبة راهو تعرف اللي كي يحيد يمشي ما بيت معناه يبدو ما في حالوش من يجي يمشي قعد يأكل برة ويتعشها البرة تشوف أنت الماكلة اللي يقدمونها مفاهة الماكلة لا ترتقي إلى مستوى بش على الأقل حتى يشبع كريشتو ويمنهم مش يحطوا حتى كالغيزيستانس ولا شو يسميوها ما عندهم مش الحق بشي طيب وفي البيوت انتهم يقول لهم اختر عليكم اما كيسكروا عليهم الباب العشرة متعليل ما هوش اختر عليهم اما سامحك مشيت رجعت كي تشارجت عن المبيتات الجامعية في الفصل الرابع يقول لك يشترط ما يلي مسك ملفات وسجلات تتعلق بالطاليبات تأمين حراسة متواصلة للمحل ليلا بالليل وبالنهار ضمان اسعاف الطلب المقيمين كلما تطلب الأمر ذلك هذي موجود في الكي تشارج تعالي فوي في الفصل الرابع احنا لهنا معناه طفلة وفات على خاطر ما تبقوش لكي تشارج ولهنا نحب نشوف المحاسبة ماذا بينا نتبعوها وماذا بينا زادة كيفكية فراهو كي نجيوا نحط ولادنا في المبيتات رانا نعطيوهم امانة لامانة هذي اغلى حاجة عنا ولادنا كي جي السيد هذي ولا المدير تعالى المبيت اللي جي تقى توليت مكسرة ومسخة اللي فم دينار مرا يقول لك يلزم فم فرجدار لكل معدد الطلبة يلزم فم تدوش بالنسبة لعدد الطلبة يلزم فم المصر ما لها العناية الكل الجي تلقاهم عايشين في ظروف قاسية وقاسية جد ماذا معنى يتقول باب يسكلوا عشر تعليل جي بنات مش ترعى يقولوا لا انتي يجيتك بعد العشر وقعد البر ماذا وين تمشي وين بش تمشي يا سيدي تروسبور بلكش على التروسبور نتعلى اللي بالدقيقة بلكش على بالخدمات تشدت ايه تشدت يا سيد يجي العشر تعليل كله اللي الباب تسكنها من بعد تجي وقل لك ليه كيفاش هاي الطفلة بعثت عطات ثمنة كبير حياتها في جورة التسير اللي قاعدين نشوفوا فيه وعدم الاحساس بالمسؤولية تعالى المسؤولين لهنين ماذا بينا نشوفوا خرج بيان يعطيهم الصحة من وزارة التعليم العالي اما خلينا نشوفوا المايات حت وقع ايقاف السيدة ذاية اما هذي الكل ميخليش اللي توا قاعدين نلاحظوا اللي كبدتنا اللي نحطوا فيها في المبيتات الجرامعية مهدين القطر وعليه خطر فهم التسيب وعدم احساس بالمسؤولية بي العساس اه وقفو اي يخي قاليش ما نحاسبوش اللي ما فهمش موراقبا تارفع ليش العساس هذي كيروح كما يحب هو على خطر يعرف حتى حد ما وبشي ينشد عليه ولا يسئل عليه ورا كنجي يعرف اللي فما ينجم يكون فما انسبيكشون ولا مراقبة ولا ينجم يجي اي مسؤول يخرج من بحث وليداته في داره في الكونفوق اللي عنده ويهز كرهبته ويمشي يعمل دورة يشوف شنو وضعية المبيتات هذية في الليل راهو ما يمشي شدارو المسؤول هذك هذا اللي موجود السيركوية كامل مضروب في تونس وهو تلقاه يعطيه فيه فراب أو في خمسة مية طلب يقول لك على قد فلوسهم ويفسع لكن زادة ثم عندنا قلة تنطيبات في تونس احنا الكلنا كنا نعرفوا في تونس العساسة وين كانوا في الايقامات كانوا مغاربة المغربي ما تلقاه شي يرقد راديوهم فيد والاصباح فالايقامات الكل نعيشنا الكلنا في تونس خاسها من بالله اليوم حتى في اقامة الناس في اقامة الناس رقدوشي يسكر عاملين لغاريتو يرقد في التالي منظومة كاملة انتي تشوفها في مبيل ولا تشوفها في مرشي ولا تشوفها في مبيدات اولا عننا استتار وثانيا عننا تسيب وعن ثالثا عننا افلت من العقاب ورابي عن معناش مراقب هو اللي يراقب في حاجة اللي تكون يراقب نقطة ورج على السر منظومة كل مضروبة معنديك شمراقبة حطوا دي كاميرا تشوفيانس حط كاميرا يبدأ عندك لوجيسية لتنجم يسي مش لازم تخرج من الكمفور الانتقاد فيه ومن دويرتك ولا من القادة لانتقادها يبدأ فهمها لوجيسية لتنجم تراقب اتو ماما السيد العساس موجود في بلاستو ماهوش موجود خير من بليش وحاجة اخرى بجاه ربي هذيش معناها شاب اخذاباك وبدأ يقرأ في الجامعة تقوله العشرة بتعلين روح شو الحل شو الهمة ذي تي ليه انت تتحكي عليها الرجل ولا ماجور حتى بالقانون روح انت شنو بش تحدد له معناها كيف يبدأ في العشرة شنو شنو الفلسفة اللي فيها معناها انت شنو معناها معتقل له وبش تكر العشرة لا لا تتحمل سيد العميد تتحمل مسؤوليت حتى طفلة تتحمل مسؤوليت تتحمل تهي هذه فهم التسيب فهم التسيب اريت نظرة القصر اللي نظروا لهم في تونس راهو حكاية فارغة الشعار متاع ان المرأة مساوية للراجل ولا انه شاب مسؤول ولا تعطي خطة معطاهش مسؤولية بش يتحمل في حياته هو يروح العشرة ولا حديش هذي انتظر بش يهز المشعر تي مشعل شوفت بربي توا فما حمد يقول راهو الكاميرا ممنوعة ممنوعة داخل المبيت احنا نحكيو في البيب البرة يكون فما كاميرا بش حتى الوكين فما يسيدي هابتو عليهم هابتو عليهم بانضية في ميل الكاميرا في اللي زون ببليك سان وطوريزي بطتخلش في الاماكن الهنية جوش بربي نحب نترحم عليها سعفاتم الله يرحم اما نحكيه وحنا في التفاصيل وربي صبر عائد نحكيه في التفاصيل انا بالنسبة لي انا الدولة قسفة تروح طفلة كانت عندها حلمة بش تنجح في قرائتها وتحقق حلمتها وتولي حاجة وتعاون ممكن ترجع تعاون ولادها لهم في ظرف صعيب وكل شي لهنى فما غياب مسؤولي خلنا نحكيه فما زي ما نحكيه على الكاميرا تصمع فما لسيستام دي تيكشون دي أسكو تصير مراجعتها من كل قبل كلاني سكولير أو لاليونيفرسيتات لا لا تعالش معناها معناها إذا تشعل حريقة وبايا وتقول تقبيل تقول وبالله حاجة أخرى بش نقولها بالمناسبة لكلنا عشنا في مبيتات جامعية كانت ثمة أنفير مرير يعطيك الصح كانت ثمة أنفير مرير هيقبل في المبيتات الجامعية ياخي احنا قاعدين نقدموا ولا نوخروا أما ظهر لي قاعدين نقدموا بالتوالي في البلدات مش نقدموا خاطر رو بصراحة كانت ثمة أنفير مرير كلنا عشنا نحكيو في الثمانينات وفي التسعينات تلقى تدخل أول بالتالي هذا شي يعطيك هو قضاء وقدر صحيح ولكن كنا نجم نتجنبوه لأنك أنت يزم تاخد قرارات وبعد كي تصير الحكاية هذه مش مش نرجعوه القضاء وقدر واضح احنا الأوراق اللي خضر مش نخليوهم للساعة الثانية خاطر تبش نمشيو للموضوع الثاني اللي معنا مقبل نحب نسلم على سميح مرويني تقول أنا من أمستردام وأصلي من قافور سلينا مرحبا بيك سماح فما كميل كيف كيف من أمستردام يسمع فينا ويقول من بلاد الظهور مرحبا يا كميل منصور بن محمد يقول أحلى فريق من باريز مرحبا بيكم مرحبا بالناس لكل محليهم محبا برشا يسمع فينا من خارج حدود الوطن عندي تعليق فكرتني به اللي في أمستردام نحياه 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 يعسق قاعدة نوافقه ونلقى واحد جاي بسكل حصيل جاي بسكل وكذا وناس يتبعوا فيها قد نشكون هذيك قال لي رئيس الحكومة مش الرئيس الحكومة وقفح كم عصع فيه على بسكلترا ودخلي دزفها كل صباح وبعد جات الملكة اللي هي متاع اللي هي متاع غولن على كاليس على كاليس على كاليس مرحبا من وسط البلاد حتى المقرين يلي ممشاها حتى هذي المسافة كان هما كاليس وبسكلت على سقي خير مننا هما انتي تعرفها قداش المسافة من شارع الحبيب بورجيب المقرين خمستاشي كيلو متر اي اي ماعني اي ما فهمتكش تواكي عفيتنا المسافة شنو اي شمعني معا لا معا اي واح ويجب واحد عنده جواجي بشمشي خمستاشي كيلو متر اه لا من نجيبش كل عكس من نجيبش كل عكس نعمل حتى عشرين وثلاثين اي ومن تح موازم انظم نعمل حتى عشرين وثلاثين نعمل حتى عشرين وثلاثين اي انا من حش ما تعملو ايا